أنت من حقك وهي بلا حق يعني أنا حقيقة نستهرب من عدة حالات لتنشوف الرجال اللي عندهم قد بسريع أو لا الرجال اللي عندهم فشل في الانتصاب والمرأة العربية عامة يعني موجودة باش تلبي الرغبة الجنسية ديال الرجل يعني النوبجي سيكسيول يعني هي وسيلة فقط يعني بالإشباع الغريزة الجنسية عن الرجل هذه الحالة لواحد السيد اللي متزوج وعنده ولدات ولكن عنده قد بسريع وهو حياته كاملة يعني تيدير تقريبا يوميا بعد نبدأ على جنوبات فالنهار وتي قد فضغية سنوات عشاني نعم تقريبا هذي والأكتر هو عنده قد بسريع قال لي أنا هتشت لي فيديو ديالك عظهرت عندي القد بسريع قلت لي وهي شنون تتقول لك تتقول لي من حقك قلت لي قيفاش من حقك قال لي هذا اللي تتقول لي من حقك وهي مسكينة عمرها ما قالت لا دائما في مبغيتها هيا موجودة صباح للغداء أي وقت يعني تتقول لها موجودة صبح الله هذه هي العلاقة الجنسية هذا هو العبت عبت واستغلال ضعف المرأة العربية المرأة العربية الحقيقة ما عندهش شخصية وما عندهش إرادة كيفاش أنا تنستغرب أولا من الرجل محترام زوجة دياله إذا كان عنده قد بسريع عسو يمشي الدواء وانتنا كمرأة إذا كان الزوج ديالك عنده قد بسريع عسو يقول له فلان أنت أنا عندك قد بسريع أنت تجيب الشهوة ديالك وتتذكر فساليها وانا ما تنجيب لها شهوة لاتشي حاجة من حقها المرأة من حقها تجيب الشهوة يعني العلاقة الجنسية في الأساس ديالها هو أنك كزوج تجيب الشهوة للزوجة ديالك يعني لو جبتي الشهوة لراسك وهي ما جابتش يعني هذه أنانية قاتلة واستغلال المرأة واستغلال الضعف المرأة وانا عدة مرات قلت على أن يعني لو كان الرجال الهرب منزوجين بالنصارى كان أغلبهم رأي يكونوا مطلقين أو لا في سجون يعني المرأة في الغرب ممنوع دير علاقة جنسية معها بدون رغبة وإلا شابتك تتخذف دائما ومتت تجيب شهوتك وهي لا هتقول لك فلان الله هنك نود أصغلعك الله هنك إذن يعني هذه الحالة هذه ديالات السيد هي ماشي غير حالة واحدة يعني عدة رجال أغلب يد الرجال عندهم قد في سريع ويقذب في الصباح وفي الغداء وفي الليل هذه عشرين عام وثلاثين عام الله ايش ما تدواش إذن المرأة تهيها عندها حق ولكن المرأة العربية حيث من الضعف الشخصية ديالها ما نتقولش لراجل ديالها ورا تخاف منه ورا تلبي له فقط الرغبة يعني وهذه العلاقة تتكون ماشي زوينة أن العلاقة الجنسية تتكون متبادلة بين الرجل وبين المرأة والرجل يعني يكون الرجل حصو يجيب يعني الرغبة الجنسية والنشوة الجنسية للمرأة ديال لدرتي علاقة جنسية وانت جبتيش ههو تكويه ما جابتش ماشي هذه العلاقة جنسية وماشي هذه رجولة المرأة ماشي هي يجي تخويه فيها وتمشي لا وهي المفروض أنت كامراءة تقول لله فلان أنت عندك حق وأنا عندي حق أنت عندك الحق تجيب النشوة ديالك وأنا عندي حق نجيب النشوة ديالي أنا ماشي هنا يجي تتبول فيها وتمشي إلا ورغم على أن من بعد الرجل فشل ولذلك يعني ماشي غير هو الآلاف ديال رجال مثلاً من تفشلو في العلاقات الجنسية أرى يمشي يدير معاها وهو فاشل قلت له كيفاش تدير معاها وأنت فاشل قال لي هكك أنا حسني لا بدأ ندير سواء كان منتصب أو لسواء فاشل قلت له ما يمكنش حرام عليك حتى هي قتله واحد النهار قتله فلان ركتة تكرفس عليه هو عاد فاق قلت له عاد فاقتي يصبح الله شوش حال ندير الوقت وتدير معاها العلاقة الجنسية قلت تقدير الفاشل كيفاش تدير تدخله وكيفاش ما تتحتانم شدك الزوجة ديالك يعني مثلاً يعني هذا اغتصاب يعني يعني هي علاقة جنسية من طرف واحد ما عند الرغبة شحال أنت تتخذف بسرعة سنوات ودعب من يفشل حتى تقدير هو فاشل وعلى أي حال من تقدير هو فاشل تزيد يفشل وهو مشا دار تحاليل ودار الإزاناليز ودار كل شيء ورغم ذلك يعني بقى نفس المشكل إذن يعني هل انت عندك الحق وهي ما عندش الحق لا انت عندك الحق وهي عندها الحق مش انت عندك الحق وهي ما عندش الحق يعني وتقدر قاع المرأة هي تجيب الشهوة ديالها وقاع أنت ما تجيبش هو أفضل شيء وأنك أنت تجيب الشهوة ديالك معها وهي تسبقك أو لا تجيبك انتقد أما إلا سبقتها رجل تكون عنده قد في السريع سلات عن بيزوجة دياله ما تتبقاش عندها الرغبة وتتبقى يتتنعز معها لأن عامة المرأة العربية عندها ضعف في الشخصية ديالها هذه القضية مش هي أنت تنحرش النساء على الرجال لا أبدا بالعكس ابني تتكون لمرأة أرى تقول لها راجل أفلان رغبة تتكرسا ليا سير الدواء هل جنور يدير هو هو تتصل علي وقال الله يخليك وعند ضربته الفيقة هاشنو كين هاشنو كين نحن نعجيه إن شاء الله باش الأمور تمشي مزيان ولكن حسن رجل ما يبقاش منصب العقل دياله في الدكار دياله لا ساعة ساعة دي العلاقة ولا شو فشل فشل لأنه كانت تدير علاقة جنسية متعددة كتيرة بلاحظة الصباحة لغدية الليل وهي موجودة بحاجة مونيكا زيد اسميتو قال لا ماشي هذي العلاقة الجنسية وإذا الخطأ ديال دور المرأة العربية على أنها تعتارض لأن ذاك العتيراض ردفع براجل باش أولون يرجع للطريق يتوازن ماشي اسميتو ماشي يهير أجي في أي وقت هنا موجودة تقول لنت عندك الحق قال لا 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 ماشي واذا الحق يعني العلاقة الجنسية واللب ديالها هو أنت عندك الحق باش تأتي الشهوة ديالك ولكن تهي عند الحق باش تأتي الشهوة ديالك ومتى تكون المرأة العربية مخدمة مرد دامة وكذا يعني ونظرة لعدة عوامل تتكون ضعيفة الشخصية وتتخلي الرجل يذير بها اللي يبغى وهذه ماشي هي العلاقات الجنسية لابد الرجل متزوج يحترم الزوجة دياله إذا كان عندك قدف سريع سكتدهوى ضروري ممكنش تبقى هي كل وقت طاق 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 حكاك يعني وتقدير الرغبة ديالك وهي أولو لا أبدا أما إذا كان عندك تذكر فاشل ما يمكنش تدير العلاقة الجنسية هو فاشل ما يمكنش هذا اغتصاب يعني القدف السريع هو اغتصاب بموحد الشكل لأنك تدير فيها وتمشي وهي ما تجيب الشهوة ديالها وهذا راح حرام عليك لأن الزواج في العلاقة الجنسية وأنك تلبي الرغبة الجنسية ديال المرأة ديالك وأي رجل طبعا ضروري يلبي الرغبة الجنسية وهو علاش كان يعني دائما حصو يدير كان بعض الرجال اللي تكون عندهم غيرة مراضية إذا شنو تيدير حصو دائما يدير دائما يدير العلاقات الجنسية وحد نبا وحد رجل كان جاء عندي العيدة قلت له علاش انت مالك زيما أنا فهنته قلت له علاش دائما حصو تدير دائما قل لي باشي المرأة أمرها ما تدوره جاء لا هكا ولا هكا ديالنا رجلة تكون عندهم غيار وشكاك ومنوي تكون عنده حصو يدير العلاقات الجنسية بزيف باشي شبع المرأة كلا كنتي تتخذف بسرعة أو لا يعني تتنع سمعها هو فاشل أشي تشبع فيها بالعكس يعني ناري ينقلب تنقلب عليك لأنك تتجيبش وذيالك هي ما تتجيبش وهذه القضية ماشي إيجابية تماما أبدا إذن دكتحها لليدار ودكتك شي ومسميته كلها يعني هي كان ضيعة من الفلوس وطبعا يعني نشرحت له علاش كيف اشتفش في العلاقات الجنسية لأنه كانت عنده الرغبة العقلية ماشي الرغبة الفيزيولوجية لأنك هناك الرغبة العقلية ورغبة الفيزيولوجية ومن بعد نصحنا على أنه مدة واحد شهر ما يعود شي قصية يعني ما يكونش إلاج وحتى إلا كان على مدعبة مزيان ولكن بدون إلاج باش يستعدوا والقوة دياله وباش العلاقة الجنسية ترجع إلى مجالها إن شاء الله أتمنى وأنكم سببتي ومن هذه الحالة أتمنى وتشاركونا فيسبوك دكتور بن يشو يتيوب دكتور بن يشو وإنستغرام دكتور بن يشو وتيك توك الدكتور بن يشو موعدنا كل يوم 2 على الساعة العاشرة بالليل إن شاء الله نقوم بفحوصات في الترابات الجنسية في الطيب النفسي في الإلاج السلوكي والمعرفين مرض سبنة في المخدرات والتدخين رقم الواتساب هو 06-640-033-30 ولكن الواتساب فقط للفحص وليس الاستشارة إلا كنتم بغي الفحص تتقل لي شكرا